اشتركوا في القناة اليوم الثلاثاء ان التدريبات الروسية الجزائرية المشتركة لمكافحة الارهاب التي تحمل اسم الذراع الصحراء 2022 ستجرى في الجزائر للمرات الاولى وذلك في نوفمبر المقبل في ظل الحرب الاقتصادية الدائرة بين روسيا والاتحاد الاوروبي ووفق لما نقلت وكالة تهسا الروسية فان التدريب سيجرى في ساحة تدريب قاعدة حماقير في الجزائر اوضحت الخدمة ان التمرين سيجرى بمشاركة نحو 100 عسكرية من وحدات البناطق الالية المتمركزة في شمال القوقازة ونحو 80 عسكرية جزائرية مضيفة ان التمرين يتضمن قيام القوات بمهمات للبحث عن جماعات ارهابية وكشفها والقضاء عليها في مناطق الصحراء وكانت تدريبات روسية الجزائرية المشتركة الاولى قد اجريت في استهنة الشمالية في اكتوبر 2021 بمشاركة ما مجموعه نحو 80 جندية ويتضمن جدول المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لعام 2022 تدريبات مشتركة مع القوات المسلحة في كل من مصر وكزاخستان وباكستان نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء